النهاردة معانا كتاب هو عبارة عن مجموعة قصصية عنوانه بيحمل كلمتين بيشدوا الانتباه بشكل كبير جدا كل كلمة فيهم كانت بتمثل جرس قادر انه يخلينا نركز معاها ونسيب اي حاجة بنعملها كلمة الاولى هي عاجل ودي لوحدها كفيلة باننا نسيب اي حاجة ونسقط علشان نسمع ونعرف ايه هو العاجل جزء تاني من اسم كتاب اقرأ الحادثة وده كان اقوى اسلوب لسنوات كتير جدا لجذب انتباه القارئ الحقيقة انه المجموعة القصصية اللي معانا النهاردة اسمها عاجل اقرأ الحادثة وهي الكاتبة شابة مصرية جميلة اسمها بريهان احمد وكان لها الحقيقة تجارب سابقة في الكتابة ونجحت بشكل كبير جدا في كل تجاربها اللي فاتت بريهان قررت انها تاخد القراء في رحلة لتسع حوادث حقيقية التسعة غمضين جدا حيروا وشدوا الرأي العام وقت ما حصلوا بشكل كبير جدا الحقيقة انه هي قررت انها تخوض تجربة البحث دي في اماكن متعلقة باحداث الجريمة يعني مش بس كتبت لأ دي كتبت ورح تعاينت اماكن الحوادث او الحادثة اللي بتتكلم عنها علشان تقدر تطلع للقارئ كتابات شيقة حقيقية محسوسة ملموسة قدرت ان هي تحسها بنفسها وبالتالي نقلت احساسها ده للقارئ عادة المؤلف بيبزل في النوعية دي من الكتابات مجهود كبير جدا عشان يقدر يشد القارئ ويصور ويجسد الواقع لكلمات واحداث وكمان قدرت تعمل خليط من الخيال والفانتازيا في مجموعاتها القصصية الحقيقة هنتكلم بالتفصيل مع بريهان اول لما تنورنا في الستوديو